دشنت شرطة محافظة تعز العمل بنظام التحكم المرئي عبر كاميرات المراقبة والذي يستهدف أحياء وأسواق المدينة القديمة وذلك بالشراكة مع منظمتين دروب السلام ووصل للسلام وقال مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي لقناة يامن شباب إن هذا النظام والذي يتم تطبيقه عبر غرفة قيادة مرتبطة بإدارة القيادة والسيطرة لشرطة المحافظة يخدم الجانب الأمني ويسهل من دور الأجهزة الأمنية في ضبط الاستقرار طبيعة المشروع هو مشروع عبارة عن كاميرات مراقبة وضعات لمراقبة الأسواق المقاورة لقلب المدينة طبعا هذا المشروع يخدم الجانب الأمني خدمة غير عادية بحيث أنه يعمل عملية مراقبة على مدار 14 ساعة وتحليل البيانات والمعلومات التي ترد وإذا ما حصل لا قدر الله أي قريمة أو سلوك سيء في المناطق المركز عليها الكاميرا يكون من السهل العودة إليها الشكر القزير لجميع الزملاء الذين تعاونوا وأشرفوا على هذا المشروع والشكر منصول أيضا للجمعيات والمنظمات التي قامت مشكورة بهذا القهد اشتركوا في القناة